مساء الخير مونير عجم بفيديو اثنين فيديو وربعة حنسجل على موضوع اللي علاقة بالتدريب والتعليم والعلم بعد التعبير بديتر استهدام بعد التعبير بالانجليزي تنشرح وبالفيديو التلاني بنركز اكتر على الفرق كيف نحن نطبق هذه النظرية التي سنتحدث عنها بالفيديو الاول بالفيديو التلاني سنتحدث عنه كيف نستخدمها بشركة سوكات بشركة التي انا تديرها ونعمل فيها وهذا الموضوع كان اليوم من الصباح اليوم كنت زميلي لوك بومنز وانا كنا باجتماع مع احد الكلاينت العملاء اللي بيشتغلوا معنا من تقريبا 2010 اما 2011 وتقريبا كل سنة عنا دورات لقالهن معظم الدورات كانت عم تكون على التعبير بالشهر كنون الاول يعني شهر الماضي ديسمبر من اللي ندورة عن البيتدولوجي وهذا الشي فتح الباب انه نقدر نتناقش معهم بتفاصيل اكتر على الفرق بين انواع التعبير اللي هو حكون التركيز فيه بالفيديو التاني بها الفيديو حنركز اكتر على لان الموضوع هذا جر ذكرنا بالماضي شوي من السنين زميلي لوك كتب وحطينا على الوابسة تبعنا مقال صغير اللي هو بميز بشرح شو الفرق بين التعبير و التنبيه والتعبير الناس ونحن نراكز دائما انه كرسياتنا نحب نكون كرساتنا بتفكز على شي اسمه outcome based learning يعني من استعمال كلمة workshops وبادل وما نحب نستخدم كلمة course facilitator اما workshop facilitator مش teacher ولا instructor يعني انا شغلتنا نسهل بالadult education عندما كنا نركز على التدريب على التعامل و التواصل مع مهنيين بالطبع متخرجين من الجامعات و عندهم شغلهم و عندهم خبراتهم لا نحب نستعمل كلمة teach و نستعمل كلمة train و نفضل نستعمل كلمات أنه نحن بالعربي لأسف يعني كلمة الكلمة حل ما حلو كير أنه مسهلين للتعليم أما بعتذر مرة تاني أحيان لغة العربية ساعدني للتعابير المية بالمية صحيحة يعني اللي هو learning facilitator يعني نحن هون نساهم بتوصيل الفكرة لا أعرف كيف نشرحها أكتباً هيك ما الفرع بين training و education و learning دعنا نبدأ بال education كلمة education اللي هي ممكن العلم بشكل عام عادةً لما نستخدمها نحن مرتبطة بالتعليم السنوي والمدارس والجامعات أنه هي بتركز على موضوع المعرفة أنه نحن نقدم معرفة هلا بطبع بعد الجامعات ممكن يكون فيه التلميذ عندهم فرص يروح يشتغلوا دورات تدريبية من فصول تدريبية كأنترنز ولا أي شيء تاني بس عادةً وفيه ممكن يكون عندهم مختبرات بس بشكل عام يعني كان بالسنوي ولا بالجامع بالجامعة التركيز هو أكتر على موضوع العلم كمعرفة أعطاء المعرفة وبالطبع الفكرة أنه بعد ما يخرج الواحد يروح بيتعلم يطبي هذي مشلة حدثيني مش مشلة الجامعات والسنويات للأسف هلا بطبع ببعض المناطق بالعالم وعم نبدأ نشوف نظرة مختلفة للتعليم بس إسه بمعظم دول العالم وأكيد بمعظم دولنا العربية إسهنا بنركز نحنا على بالعربي مشبرح اللبناني بنقول الدحش دحش المعلومات يعني نجمع ندفع معلومات براس هالتلميذ حتى على مستوى الجامعات ما فيه تركيز إسه يعني في كلا من جامعاتنا بالدول العربية إسه ما عنده حتى أبحاث يعني على الأقل بعد الجامعات الأجنبية الأجنبية بنقول يعني إحنا خارج دول العربية ممكن نكون باليابان ولا بدك نكون بأرجنتين ممكن نكون عندهم أبحاث أكتر من بلادنا إحنا جامعاتنا معظمها إسه ما تركيز أكتر معمول ما فيه أبحاث بس عمول تركيز أكتر أنه على موضوع التعليم مش الأبحاث هذا العلم شو تدريب التدريب بشكل عام هي ككلمة إجاي من تدريب المهني اللي هي مثلا أنه أنا عمدرب شخص يصير نجار أما عمدرب يصير حداد أما عمدربه يصير يصلح كمبيوتر أو يصلح كهرباء الآن بالطبع هذه التكلمية انتقلت وصورتنا مستخدمها نحن بالأدولت أدولت أدوكيشن الفكرة من أراها أنه بالأدولت أدوكيشن أنه أنا عمدرب شخص يعمل شيء محدد يعني ما تنقول مثلا نحن نتقدير قلفة المشروع أما جدولة المشروع أما دراسة جدولة المشروع نحن الفكرة هي أنه بتعليم الأدولت أدوكيشن أنا عم بجرب تساعد هالشخص يتعلم تنقول كيف يقدر كلفة مشروع ويطبقها يعني هي فكرة الترينينج أنه هو عم بيطبق بس للأسف اليوم معظم دورات الكورسيات اللي بنعطى ومنسميها ترينينج كورسيز عم بتكون أكتر موضوع مثل المدارس والسنويات دحش يعني تركيز على نقل المعرفة إذا كان الفاسيليتاتر خبير قدر يوصل معرفته بطريقة جيدة وممكن يكون المحاضر أما اللي عم بقدم الدورة أما ورشة العمل يكون أكاديمي عم بيعطي أكتر تركيزه على المعرفة على كنالج أو إذا كان ببعض الدورات اللي عم نشوفها الشخص ما عنده الكفاءة لكن يعرفون أن يقوم بإراءة سلايد سوف يضع لنا سلايد من هنا إلى هنا ومن هنا للأسف نسمع كير شكاوي بالموضوع الآن نخلص الموضوع ما الفرق بين الإدوكيشن والترينينج بشكل عام أحد المرة الأهل سأل الأستاذ الجامعي ما الفرق بين هاتنين أو ممكن جاوبه شوي مهضوم أنه بيقول له ما بتفضل أنه أنا أعلم ولدكن على الجنس أو تحب تدربهم بعتقد الفكرة هون وصلت الفرق بين التعليم والتدريب الآن نعود إلى كلمة learning بالعربي learning إنه 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 مقصود فيها المقصود فيها هي أكثر العلاقة ممكن تفهم بطريقتين يا أما عم بتعرف عم بتعلم شي جديد يعني عم بيخد معرفة يعني أما فيني أقول لما نسمع كلمة I've learned to do something يعني أنا تعلمت أعمل هالشي الفكرة هون إنه مش تعلمت النظري تعلمت الطبيعي يعني أنا أخدت الفكرة وقدرت طبقتها إذا ما أقول I have learned how to estimate معناتها أنا قادر صار عندي الكفاءة الكمبيتنس إني أقدر أعمل estimate بطريقة صحيحة هلا بطبع الكمبيتنس هون علاقة بالSkills Level يعني ممكن يكون الواحد مبتدئ وممكن يكون وحد خبير أكيد في فرق بين اثنين بس على الأقل إنه الفكرة اللي هو تعلم هالشخص إذا عم نعلمه نعطيه نحن ال101 أو ال501 يعني عم نحكي PM101 أو PM501 يعني سنة أولى أو سنة خامسة بالطبع أكيد الشخص عم بيتعلم حسب اللي عم بيتعلمه بس عم بيتعلم ويطبقه إنهigue يعني بشركة الارتاءة كلا نحن نحن نفضل دورات الوركشاب والوشات عمل أكثر من كلمة كورسات لأنه نفضل نركز على شيء اسمه outcome based learning لأنه نحن بده نجرب نوصل المعلومة للشخص ويتطبقها بالصف عمل صف من عندنا من ورشة العمل اخذ معلومات اودر يطبقها بيشغله بالطبع نحن ما فينا نلحقه عشغله وتيطبقها هو حر يطبق او ما يطبق بقى هون نحن تركيزنا اكتر انه على نقل المعلومة مع جارة تنفيذة وهون مطلب نحن من الاشخاص الذين يحضروا الورشات العمل عندنا انه يطبقوا ويجيبوا مشاريع ويطبقوها بصفوف بشكل مختصر هون ركزنا على الفرق بين التدريب والتعليم والعلم يعني هون كلمة learning قلنا نسميها كلمة علم وهون فينا نختم هالفيديو بنتقل بالفيديو تاني عن كيف نحن مطبقهم بدوراتنا ونعطي مثل نحن انه ايه الافضل شكرا